تعالوا نروح لي أول أخبارنا معاكم في حلقتنا النهاردة إمبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع مع كولر المدير الفني لفريق الكرة ومساعده هارالد في حضور الكابتن سيد عبد الحفيز عشان يناقشه وعشان كمان يطمئنه على فترة إعداد الفريق والتجهيز للموسم القادم وفي نفس الوقت كمان توفير كافة الاحتياجات اللي ممكن للفريق يحتاجها سواء فنيا أو إداريا أو حتى طبيا قبل ما يخوضوا أولى المباريات في دوري الأبطال في زهاب دوري 32 أمام الاتحاد المنستيري في تونس يوم 9 أكتوبر الجاري إن شاء الله اللقاء اللي كلنا منتظرين وبمنتهى الشغف واللي عايزين كلنا نتعامل معاه مش إحنا عايزين لعيبة النادي الأهلي يتعاملوا معاه إن ده ماتش المصلحة إنجاز التعبير ده الماتش اللي نرجع تاني فيه لقواعدنا المعتادة وبداية بقى يعني زي ما بتقال كده ضربة البداية الجيدة تاني إحنا قلنا كلام ده مبارح بس دايما لما أنت بتبدأ حاجة جديدة لما بتبدأ موسم جديد دايما تبقى عايز تبدأه صحة أو عايز تبدأه وأنت فايز لأن ده بيأثر بشكل كبير جدا على النفسية في نفس الوقت الروح المعنوية في نفس الوقت الأداءة بتاعك لخاصة وأنت جاي من موسم مش الأفضل أبدا أبدا وعندك كان مشاكل وعندك شوية حزن كده من قبل الجماهير بتاعتك عايز أنت تعوضها يعني لازم ده بنحطه في الحزبان فالأهلي والاتحاد المنستري هتبقى مباراة ممكن تكون كافة الأهلي ممكن تكون كافة الأهلي هي الرقحة فيها لكن هي أكيد هتكون مباراة قوية جدا وتاني قلنا الاتحاد المنستري مش فريق يعني ضعيف أبدا هو التاني في الدوري بعد طبعا الترجي فريق متطور جدا فريق عنده روح معنوية مرتفعة جدا عنده تنافسية شديدة جدا المتوقع أنه هو هينزل يا كريم من الدقائق الأولى يهاجم بشكل كبير خصوصا أن مرحلة الذهاب عنده على أرضه فكل ده متوقع بس إحنا نتمنى أن إحنا ما نتعدلش لأننا بالنسبة للتعادل مش هيبقى كافي أبدا وحتبقى مخاطرة خلي بالك برضو لو أنا رحت أقول أن أنا عايز أتعادل واجي هنا في القيابة أقول لك هعتمر على القيابة أنا بخاطر إحنا مش في مجال ولا في دلوقتي عندنا رفاهات قابلة للمخاطرة نتمنى أن إحنا حتى لو نفوز بجول واحد هيفرق معانا لكن نتمنى الفوز وإن شاء الله في مباراة القياب كمان نتمنى الفوز بسكور كمان عالي اشتركوا في القيابة